2021 هو العام الأكثر مأساة وعنف نتيجة مصرع آلاف المهاجرين غرقا في البحر تقرير إسباني غير حكومي لمنظمة كاميناندو فرونتيراس كشف النقابة عن أكثر من أربعة آلاف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا خلال عبورهم البحر إلى إسبانيا أي دعفي ما كان عليه العدد عام 2020 المنظمة الإسبانية أكدت أنه لم يتم العثور على جثث أربعة وتسعين في المئة منهم وبالتالي تم احتسابهم من المفقودين في العام 2020 أحصت المنظمة أكثر من ألفي قتيل أو مفقود حصيلة المنظمة غير الحكومية لعام 2021 هي أعلى بكثير من حصيرة المنظمة الدولية للهجرة التي أحصت من جهتها أكثر من ألف قتيل أو مفقود خلال عبورهم البحر إلى البر الإسباني ولكن منظمة الهجرة الدولية شاركت المنظمة الإسبانية تقديرها أن العام 2021 هو الأكثر فداحة منذ عام 1997 أرقام الألم حسب المنظمة الإسبانية ارتفعت بسبب عدد النساء اللواتي يسلكنا طريق الهجرة إلى إسبانيا ما أدى إلى وفاة أو فقدان أكثر من 600 امرأة وأكثر من 200 طفل موسيقى